هل صلاة الجماعة لها أجر أكبر من الصلاة الفردية؟ إذا بحثنا في القرآن فلا نجد فيه هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى لم يقل لنا أن صلاة الجماعة أو الصلاة في مسجد معين لها أجر أكبر من باقي المساجد أو من صلاة الفرد فمنهاجنا هو القرآن والمعيار والميزان والمقياس الذي نقيس عليه الحق من الباطل هو القرآن نجعل قاعدتنا القرآن ومن خلال هذه القاعدة نبني أفكارنا ففي القرآن لم يأتي الله على ذكر هذا الشيء لكن هناك روايات في الموروث الديني تبين فضل صلاة الجماعة كالرواية التي تقول فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة بمعنى أن الصلاة المكتوبة أفضل في المسجد بينما بالبيت صل السنة وأيضا هناك الرواية في البخاري والتي تقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا بمعنى الصلاة في المسجد تاخذ عليها أجر خمسة وعشرين صلاة ثم يأتي مسلم ليقول لا يا شباب كلام الشيخ البخاري غير صحيح بل لها أجر سبع وعشرين كما في الرواية التي أخرجتها أنا والتي تقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرين درجة وأيضا هناك رواية تقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام وقفر له ذنبه يعني مثلا واحد أكل ميراث أخواته وأولاد أخوه اليتامة وهو رايح المسجد قل لك يا ولد خليني أضرب هالزوجة أفيش قهري بيها بما أني قوام عليها وعندي رخصة لضربها إذا نشزت وأنا هيك هيك رايح أصلي وأصفر العداد من الذنوب وبعدها رايحي صلي فبمفهوم الموروث الديني وبحسب هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة فإن ذنوبه كلها مغفورة طيب ما بالي المسلمين الذين يعيشون في دول عدد المساجد فيها قليل كالدول الأوروبية وغيرها ممكن أقرب مسجد للمسلم هناك بضع كيلو مترات إذا مو أكثر بينما المسلم في الدول الإسلامية لا يبعد عنه المسجد مئة متر ففي هذه الحالة فإن الله أعطى أفضلية للمسلم العربي عن غيره وفي هذه الحالة تعتبر عنصرية وحاش لله من هذا فما هو ذنب من يعيش في تلك الدول حتى لا يحظى بهذا الأجر الكبير هل تعتقدون أن الله لا يراعي هذا الشيء؟ وأيضا هناك رواية فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام والتي تقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفي زيادة أخرى فإن صلاة فيه أي المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا يعني الصلاة بالمسجد الحرام تعادل مئة ألف صلاة لأن الصلاة في المسجد النبوي تعادل ألف صلاة عن سواه والصلاة بالمسجد الحرام تعادل مئة صلاة عن المسجد النبوي يعني مئة ضرب ألف يساوي مئة ألف وهذه الرواية أيضا أكذوبة من أكاذيب من وضعوا الروايات وقالوا أنها أقوال رسول الله لأن الرسول نفسه يكذبها كيف هذا؟ سأقول لكم الرسول عندما فتح مكة لم يقم بها ويجعلها عاصمة لدولته ويداوم على الصلاة في المسجد الحرام ليحظى بهذا الأجر الكبير من الحسنات بل تركها وعاد للمدينة فكيف يقول أن الصلاة فيه تعادل مئة ألف صلاة ولا يطبق هذا الشيء على نفسه وحتى صحابة أقاموا في المدينة بعد فتح مكة ولم يبقوا فيها ليصلوا في المسجد الحرام بل وحتى علي بن أبي طالب نقل عاصمة الدولة من المدينة إلى الكوفة فكيف يترك أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويقيم بمدينة أخرى وهؤلاء الناس أعلم منا وأعلم من البخاري وابن حنبل والكلين وغيرهم في أمور الدين لأنهم عاشوا مع النبي ويستفتونه في أمور دينهم فهل غفلوا عن هذا الأجر الكبير ولم يعلموا به وتذكره هؤلاء الذين جاءوا بعد وفاة النبي بحوالي مئتي سنة هذا كلام غير منطقي وهذا يبين لكم يا أصدقاء الكرام أن هذه الروايات ما كتبت إلا لأغراض سياسية بحتة لتمييز مناطق عن مناطق أخرى وإظهار أفضليتها وقداستها في الإسلام